تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة الكبيرة التي شهدها سباق أربعين كيلومترا في افتتاح الموسم يؤكد الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تهيئة الظروف المناسبة لكافة الإصطابلات المحلية وجاءت الانطلاقة مميزة من حيث المشاركة الكبيرة في سباق أربعين كيلومتر تأهيلي حيث شهد السباق مشاركة مائة وخمسة وأربعين فارسا وفارسة حيث تأتي هذه المشاركة تأكيدا على التطور الكبير الذي تشهده رياضة القدرة بفضل اهتمام ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرؤية المستقبلية التي يسير عليها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفان رياضة القدرة البحرينية تسير بخطة ثابتة نحو مواصلة التطور والازدهار والنمو وأن المشاركة الكبيرة دلالة على الانتشار الواسع لهذه الرياضة في المملكة وحرص الاستبلات والفرسان على التواجر القوي في المشاركة وهو ما نسعى لتحقيقه دائما وقال سموه حرصنا في الفترة الماضية على تقديم كامل الدعم لمختلف الاستبلات المحلية حيث أن رؤيتنا تأكيد على مكانة القدرة البحرينية وهو ما ينعكس على المشاركات الخارجية التي شهدت نجاحات متواصلة في الفترة الماضية بفضل المنافسة القوية التي تشهدها البطولات المحلية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن المؤشرات تؤكد بأن الموسم الجديد سيكون أكثر إثارة وسيخرج بفنيات مرتفعة إضافة إلى إخراج جيل جديد من الشباب قادر على حمل اللواء مستقبل القدرة البحرينية متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للإستبلات والفرسان ترجمة نانسي قنقر